معمر بن رشد الأزد هذا رحمه الله عاش في البصرة وكان براً بأمه ولا يخرج من البصرة براً بأمه فلما ماتت خرج يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو جمع الله له بين مقرئ وثقة وعابد ومحدث وفقيه فنزل اليمن فأعجبوا به فأرادوا أن يبقوه عندهم فقالوا اقطعوا رجليه يعني زوجوه فزوجوه فمكث عندهم بصنعاء ومات هناك ودفن بصنعاء معمر بن رشد الأزد مولاهم البصرين